موجز الأخبار من المحور أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن وذلك للإتمانان على صحة الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد إثر إصابته بفيروس كورونا وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية ومن جانبه أعرب العاهلة الأردنية عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسي على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمخ العلاقات بين البلدين متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والازدهار كما استخبل الرئيس السيسي أمس جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المزيد في سياق التقرير التالي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك كل من السيد بريت ماغورد منصخ الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي وسيدة إريانا برانجورد كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي والسيد جوشواء هاريس رئيسي إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم الشركة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة استمرارا لمسيرة العلاقات الممتدة بين الجانبين على مدار أكثر من أربعة عقود لسيما على الصعيدين الأمني والعسكري وهي الشركة التي طالما ساهمت في جهود الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في مقابل ما يشهده من توتر والضراب من جانبه نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن مؤكدا تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي القائم مع مصر وتطويره خلال المرحلة المقبلة لسيما في ضوء الدور المصري المحوري والمتزن في منطقة الشرق الأوسط والذي بات عاملا أساسيا لنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ومشيدا في هذا الإطار بجهود مصر الفعالة على صعيد مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية خاصة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترثبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية حيث أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا الشقيقة مشددا سيادته في هذا الإطار على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر 2021 ومؤكدا سيادته في ذات السياق أن السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل كما تم مناقشة مستجدات قضية صد النهضة في ضوء صدور البين الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتسال الأطراف للتوصل لاتفاقي ملء وتشغيل ملزم قانونا خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف حيث أكد سيد الرئيس من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيم بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية حيث إن مصر لن تقبل الإدرار بمصالحها المائية أو المساس بها وقد جدد سيد سيرفان التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام حيث أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف إلى جانب إطلاق المبادرة الخاصة بإعادة أمار غزة حيث تم التوافق بشأن استمرار التشاور والتنسيق في هذا الخصوص لضمان معصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة الحالية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين وقد أكد سيد الرئيس أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروع سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغيير وقع المنطقة بأسرها للأفضل ويفتح أفاق السلام والتعاون والتنمية أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256467 متعافين وأضافت الوصالة في بيانها أنه تم تسجيل 738 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس وفات 31 حالة جديدة التقى المهندس كامل الوزير وزير النقل راكيل سانشير وزيرة النقل الإسبانية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وأشهد وزير النقل بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في المجالات كافة ومنها قطاع النقل مشيرا إلى أن الشركات الإسبانية تعد شريكا أساسيا واستراتيجيا لوزارة النقل المصرية في كافة مشروعات السكاك الحديدية والمترو حيث تمثل مشاركتها حوالي 50% من هذه المشروعات خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة مشيرا إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية وهي ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكاك الحديدية للوصول لتقديم خدمات متميزة للجمهور لافتا أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالية حجم العاملين يخوض اليوم المنتخب الوطني أولى مبارياته الودية أمام ليبريا تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمبارتي ليبيا المقرر لهما يومي أسام والحادي عشر من أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر ويبدأ البرتغالي كيروش مهمته رسميا مع الفراعين من خلال ودية ليبريا والتي يبحث فيها عن مستوى اللاعبين عن قرب بعد اختيار 24 لعبا للحكم على مستوهم حيث عقد عدة جلسات معهم وأكد لهم أنه لن يعترف إلا بالأداء والالتزام في الملعب والأفضل من سيستمر معه